أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تحقيقها 30% نموا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن علي الدخان إن الخطوط الكويتية حققت ارتفاعا في إيرادة منبيعات التذاكر بنسبة 30% وخفضت مديونياتها بنسبة 39% وأضاف الدخان أن حركة المسافرين قد حققت نمونا بنسبة 45% فيما نمت كفاءة تشغيل الرحلات بنسبة 34% بفتن إلى ارتفاع نسبة مغادرة الرحلات لتصل إلى 33%